في طار جهودها لرأب الصدع بين الأطراف اليمنية تقود سلطنة عمان ترتبات لعقد لقاءة بين طرفي الشرعية والانقلاب بهدف استيناف مشاورات السلام حيث وصل وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إلى مسقط تلبية لدعوة عمانية التقى خلالها وزير الشؤون الخارجية العمانية يوسف علوي ومن المتوقع بحسب وكالة الأناظول حضور ممثلين عن وفد الحوث وصالح وقالت الوكالة إن اللقاءات المرتقبة ستكون برعاية من سفراء الدول الكبرى وإشراف الأمم المتحدة لم يفصح الوزير العماني عن تفاصيل الخطة العمانية لمشاورات السلام التي سوف ترعاها بلاده لكنه أكد أن مسقط ستبذل جهودها لإعادة الاستقرار إلى اليمن من خلال الأمم المتحدة مصادر دبلوماسية أكدت أن مسقط مجرد وسيط لإقناع الأطراف المعنية بمقترحات ولد الشيخ التي تتضمن إجراءات بناء ثقة منها تسليم ميناء الحديدة وفتح مطار صنعا وصرف رواتب الموظفين الحكوميين وكانت العاصمة العمانية قد احتضنت في نوفمبر الماضي اتفاق مسقط الذي رفضته الشرعية وهو اتفاق نتج عن لقاء جمع جون كيري وزير الخارجية الأمريكية الأسبق بوفد الحوثي زيارة المخلافي للعاصمة العمانية أثارت العديد من التساؤلات خصوصا بين مؤيدية شرعية كون مسقط رفضت الانخراط في التحالف العربي ضد الإنقلاب وظلت منذ بداية الحرب بوابة وساطة بين المجتمع الدولي والميليشية الإنقلابية ولذا كان من اللافت بنظر محللين تأكيد الوزير العماني أن بلاده تدعم الشرعية باعتبارها كما يقول الوزير ضمانا للسمرارية الدولة اليمنية